السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هزا هنتكلم عن انواع الحقن. وهنا عرف ازاي انت عارف اذا كان الحقنة دي تتاخد عضل او تتاخد وريد. في بعض الحقن تتاخد عضل او وريد. طبعا حسب الحدث الطبيب. في بعض الناس الذكات ربكتب لهم حقنة وريد. ويروحوا للصيدلية سيقول لهم لا لا دي عادي ممكن تتاخد عضل. والاسد اللوائف مش صيدلي. مش عارف. ويدهر لهم في العضل. وطبعا بتبقى مشكلة. اه السطحة يعني ان هو ما مستفيدش بالمادة الفعالة اللي سيها. عشان قبل ما نوف وقبل ما ما نفكر ناخد حقنة عند اي حد نبقى عارفين اه الحنة دي وريد والله عاضل عشان ناخدها صح. مثلا حون زي اللي قدامنا زي. دي فلتالين معروفة. هي حقنة اه تفكن. منطوب هنا زي ما نتعيشون كده. حرف اي ام. اي ام بتعني ان تتاخد في العضل. اي ام معنى كده ان حقنة دي عضل. هنجد هنا اكتب هنا كمان اي زي. يعني كمان ممكن تتاخد في الوريد. يبقى الحقنة دي ممكن تتاخد عضل او تتاخد وريد. لو لقينة عن حقنة يبقى هي تتاخد وريد بس ما ينفعش تتاخد عضل. لو لقينة مكتوب عليها اي ام يبقى اه يبقى الحقنة دي عضل ما ينفعش تتاخد وريد. هنشوف نوع تاني كمان مكتوب فيه. كلها انتواعي على الحقنة دي مكتوب فيها اه اي 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 ام. مكتوب ايني حاور اضع اي اون. هنا مكتوب فور. اي ام اي يعني الحقنة دي دي معروسة مضاد حياري تتاخد عضل او تتاخد وريد للاتنين يعني تنفع كده او تنفع كده مفيش منها مشكلة. وبرضو العلبة نفسها بيقى مكتوب عليها اهي خطة اريه خطة اهي. يعني تتاخد عضل او تتاخد وريد. بكده نكون عارفنا نوع الحقنة بتاعتنا عضل او وريد. ولازم نعرف نوعها ايه عشان اخدها صح. خصوصا لو هناخدها عند حد مش متخفص او احنا هنديها نفسنا يعني. فا ولازم كمان نتبع افضلت الطبيب لو الطبيب قالت تتاخد وريد. يبقى الحالة محتاجة ان هي تاخد الحقنة وريد. مش هتنتفع بها قويت في العضل. اه ولو قال عضل يبقى عضل زي ما هو زي ما الدكتور شايف وزي ما الدكتور طالب احنا هنعمل بسط ويأتمنى الله لكم اه الشتاء العاجل وضايما الصحة والعافية مع السلام.